يبقى علشان نقدر نصمم قطاع باي اكسيال عليه نورمل ودبل مومنت زي ما قلنا ادق الطريقة ان احنا نصممه بالفرس برينسبلز بس لو فكر قلنا الطريقة دي هتبقى صعبة جدا ان احنا عملها مانيول فعلشان كده عادة احنا نصممه بالكمبيوتر لكن بالنسبة للدراسة او حتى في الشغل لو انت بتصمم بايدك احنا عادة منستخدم الانتراكشن دياجرام في تصميم البي اكسيال مومنت بس الانتراكشن دياجرام الموجود في كتاب الديزاين ايدز عندي منه نوعين نوع اسمه باي اكسيال انتراكشن دياجرام ونوع اسمه يوني اكسيال انتراكشن دياجرام باي اكسيال انتراكشن دياجرام ده عبارة عن انتراكشن دياجرام معمول مخصوص لقطاعات اللي عليها النورمل ودبل مومنت اليوني اكسيال انتراكشن دياجرام يعني ايه يوني خبالك باللاتين يعني واحد يعني ده الانتراكشن داجرام اللي معمول للنormal وم واحد بس فكينلي هو الانتراكشن داجرام العادي اللي احنا درسناه قبل كده يعني خبالك تاني عندي نعيم الانتراكشن داجرام موجودين في كتابة Design Aids اللي هون مساعدات التصميم انتراكشن داجرام معمول مخصوص لقطاعات الباي اكسيل وانتراكشن داجرام التاني العادي اللي هو بتاع النورمل ومومنت واحد بس وخبالك حتى ده كمان بقدر أستخدمه في تصميم قطاعه للنورمل ودبل مومنت هنشوف إزاي كمان شوية بس أنا يهميني الأول نشوف البي اكسل انتر اكشن دا جرام اللي موجود في كتاب دزاين ايه دا فكريته إيه وشكله عامل إزاي